حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرت عن أبي الزناد حدثني مراقع ابن صيفي التميمي شهد على جده رياحي بن ربيع الحنظلي الكاتبي أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث ابن أبي الزناد قال حدثنا أبو عامر قال ثناء المغيرة بن عبد الرحمني عن أبي الزناد قال أخبرني المراقع ابن صيفي عن جده رياحي بن ربيع أخي حنظلة الكاتبي أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمني عن أبي الزناد قال حدثني مراقع ابن صيفي قال حدثني جد رياح بن ربيع أخي حنظلة الكاتبي الكاتبي أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات على مقدمته خالد بن الوليد فذكر رياحا وأصله فذكر الحديث حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي عثمان عن حنظلة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كان رئي عين فقمت إلى أهلي فضحكت ولعبت مع أهلي وولدي فذكرت ما كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر نافق حنظلة قال وماذاك ذاك قلت كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كان رئي عين فذهبت إلى أهلي فضحكت ولعبت مع ولدي وأهلي فقال إن لنفعل ذاك قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يا حنظلة لو كنتم تكونون في بيوتكم كما تكونون عند لا صافحتكم الملائكة وأنتم على فرشكم وبالطرق وبالطرق يا حنظلة ساعة وساعة حثنا أبو داود الطيالسي حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخيري عن حنظلة الأسيدي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن إذا كنا عندك كنا فإذا فرقناك كنا على غير ذلك فقال والذي نفسي بيده لو كنتم تكونون على الحال الذي تكونون عليها عند لا صافحتكم الملائكة ولا أظلتكم بأجنحتها ترجمة نانسي قنقر